كل كلامنا وكل اهتمامات الإعلام والجماهير وجوه مصر وبرا مصر بمباراة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي بكرة في القمة رقم 111 111 في الدوري طبعا فرقتين لعبوا مع بعض كتير جدا خارج الدوري لعبوا في كاس مصر ولعبوا في طولات أفريقي سواء سوبر أفريقي أو دوري أبطال أفريقي لكن المرة دي لقاء الدوري المصري لقاء مهم جدا زي ما تكلمنا مبارح وبنتكلم دايما على طول الأهلي متقدم على نادي الزمالك بأربع نقاط وده عامل ضغط كبير جدا على نادي الزمالك إن الزمالك محتاج يكسب المباراة دي عشان يقرب من النادي الأهلي إن بطولة الدوري أنتوا عارفين لسه يعني إحنا في نهاية الدور الأول ولسه حوالي 17 مباراة ولكن الفرق دايما في النقاط هو ده اللي بيخلي فيه معنويات عالية سواء للأهلي أو للزمالك فرق النقاط هو مهم جدا كل مدرب بيبني خطته على الفريق الخصم أو الفريق المنافس وفي نفس الوقت بحاطت في دماغه فرق النقاط نادي الأهلي فرق بأربع نقاط عايز يحافظ على الفرق فالأهلي بيلعب على المكسب أو التعادل الزمالك عايز يكسب عنده اهتماماته أو رقم واحد في دماغ أحمد حسان ميدو مدير الفني إن هو عايز يكسب النادي الأهلي عشان يخلي الفرق نقطة واحدة إن المكسب هيعمل إيجابيات كتير جدا للنادي الزمالك كابتن زيزو كمان عايز يكسب الزمالك عشان يبقى الفرق سبع نقاط ويبقى خلاص النادي الأهلي مستريح متربع على قمة الدوري ولكن في دماغ كابتن زيزو برضو بيقول إيه لو أنا ما كسبتش أتعادل مخسرش عشان أحافظ على فرق الأربع نقاط هنشوف بكرة طبعا يعني كل مدير فني دلوقتي قاعد وكل جهاز فني قاعد بيحسب حساباته عشان مباراة بكرة إن شاء الله وزي ما قلنا لكم أكدنا لكم بارح المباراة هتتلاعب في استاد برج العرب الساعة سبعا بارح كان فيه كلامه جلسة المستشار مرتضى منصور مع المسؤولين في وزارة الداخلية ولكن في النهاية الجلسة ما أصفرتش عن شيء تحديد اتحاد الكرة للملعب المباراة تحديد النادي الأهلي للملعب المباراة للمباراة على استاد برج العرب وزي ما قلت لكم بارح يعني أنا زعلان من تصريحات المستشار مرتضى منصور من الرئيس نادي الزمالك لما يطلع يقول تصريحات لازم يبقى التصريحات صح أو التصريحات تكون يعني طالع من رئيسنا للزمالك لازم تصريحات يكون متأكد بيقول أنا مش حلعب المباراة لو في برج العرب يعني قلت أن الأزمة ملهاش لازمة لكن في الآخر الزمالك حيلعب المباراة المسشار مرتضى منصور بعد ما حيلفه وبعد ما قال أنا مش عارف مش حلعبه كذا وكذا وكذا الزمالك بيلعب فزعلان في القصة دي لأنا مش عايز أقلل من تصريحات رئيسنا للزمالك رئيسنا للزمالك ده منصب كبير جدا فلما رئيسنا للزمالك يطلع يقول حاجة لازم يبقى قبل ما يقولها يبقى حسب حسابتها وعارف هو بيقول إيه هو بيحافظ على حق نادي الزمالك الزمالك من وجهة نظره ما كانش عايز يلعب في برج العرب وشايف أن مبرمى بين ناديين من القاهرة الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي لازم تتلاعب في القاهرة ولكن الأهلي كان محدد ملعبه لعب مطشاطه اللي فاتت على استاد برج العرب اللي هو الملعب الرسمي بتاعه الفترة الحالية بسبب موافقة الأمن أو رفض الأمن لإقامة مطشاط الأهلي في ملاعب أخرى فالنقطة دي مزعلاني وأنا تعرفين دايما احنا بنقعد نشيد بالمستشار المرتضى منصور في الإنجازات الكبيرة اللي عملها مع نادي الزمالك الفترة اللي فات لكن فيه تخبط في الفترة الحالية فيه تصريحات كتير جدا بتطلع وبيبقى فيها تأكيدات وبعدين بتتغير أو ما بتحصلش التصريحات اللي احنا بنسمحها فيه الفترة الحالية أو الفترة الصباح خلص يعني هنعدي الحتة دي رغم اللي أنا بقول أنا زعلان جدا أن رئيسنا للزمالك لما يطلع يقول كلمة لازم تكون الكلمة صحة أو تتنفذ ولكن مش عارف حاسة ما فيش تخطيط مميز في الزمالك في الفترة الحالية رغم اللي احنا السنين أو السنة اللي فات على وجه التحديد قلنا أن مرتضى منصور ومجلس دارتنا للزمالك عملوا إنجازات وخلوا الفرق الرياضية ترجع تنافس على البطولات تاني وتاخد بطولات زي فريق كورت اليد الهند بول كورت القدم واخد دوري وكاس السنة اللي فاتت فريق البسكت الزمالك بينافس السنة دي على بطولة الدوري الآخر لحظة مع نادي الاتحاد السكندري فريق كورت الطايرة بطل أفريقيا يعني نادي المرتضى منصور ومجلس دارتنا للزمالك رجعوا تاني الإنجازات الكبيرة وقلنا الكلام ده لكن في الفترة الحالية أنا بقولها هو بانتقد المستشار المرتضى منصور وهو قال أنا ما بزعلش من ناقد لما حد بينتقدني أنا ما بزعلش ولكن هو بيزعل من التجريح إحنا بننتقد و بنقول إن في تصريحات كتير قاوسة المستشار الحالي بتقولها في الفترة الحالية ما بتتنفس أو بتبقى تصريحات مجرد بتتقال في الإعلام وبعد كده ما بتحصلش التصريحات دي المهم خلينا في الفنيات